اشتركوا في القناة بقع الارض بألف خير وصحة وسعادة كل عام والعالم أجمع في أمن وسلام نتمنى يا رب أن يعود علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات أيام وليلة جدا 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 ويهل علينا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك اللي احنا بنستنى على أحر من الجامعة نتمنى يا رب أن يكون في صالح أعمالنا وأن كل واحد فينا ينتاز مثل هذه الأجواء الدينية العاطرة وهذه المناسبات الجميلة في التقرب لربنا والخشوع وأن يكثف من قربه للخالق عز وجل عن طريق الصدقة عن طريق الزكاة عن طريق الصلاة عن طريق الدعاء عن طريق بر الوالدين عن طريق زيارة الأقارب عن طريق الجيران كل هذه الأمور وكل هذه الأفعال أعتقد بتقربنا ربنا سبحانه وتعالى بشكل كبير خاصة أن احنا في أوقات بتتضاعف فيها الأجور والحسنات كل سنة وحضرتكم بألف خير وصحة وسعادة غدا زيارة في غاية الأهمية للرئيس عبدالفتاح السيسي لأمريكا هي الزيارة الثنائية الثانية منذ تولي ترامب بمقاليد الحكم هذه الزيارة ليه بنقول في غاية الأهمية لأنها تأتي في وقت عصيب وقت عصيب أنه هناك الكثير من العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر وما بين أمريكا وأيضا في ظل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من بعض الأفعال السياسية أو الممارسات التي تثير غضب العالم ولكن نقدر نقول كده أو نصف أو نضع شعار هذه الزيارة ما بين الرخاء والجفاء الحياة عجبني جدا جدا هذا الشعار ما بين الرخاء والجفاء الشديد تأتي الزيارة الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي لأمريكا وهي الزيارة زيارة مثل تلاحظكم الثنائية الثانية يعني سوف توسكر إن شاء الله كمان بعد غدا قمة ثنائية ما بين رئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجواء الزيارة بتؤكد قدقي حب المصريين لرئيسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأدي إيه حب الجاليات المصرية لما تسير إليه الدولة المصرية من خطة ثابتة نحو تحقيق مستقبل أفضل لأبنائها أبناء الزيارة أبناء عفن الجالية المصرية بيجتمعون دائما في المناطق اللي بها يزورها إن شاء الله رئيس عبد الفتاح السيسي معبرين طبعا عن حبهم واحتزازهم بهذه الزيارة منظمين الكثير من الاحتفالات حاملين الأعلام وكل هذه الأجواب تؤكد الحمد لله رب العالمين إن المصريين حتى المختربين راضيين عن أداء الدولة المصرية حاجة تانية بقى الدور اللي بيلعبه كل مواطن مصري مخترب مش بس في أمريكا ولكن في كل دول العالم وموادره كسفير لبلده في المنطقة أو في المكان اللي هو عايش فيه الجاليات المصرية خلال هذه الزيارة نظمت العديد من المؤتمرات الشعبية الحاشدة اللي من شأنها التعريف بمواد فيها تعدلات دستورية وأيضا بيحثوا المواطنين في الجاليات المصرية أيضا هناك للمشاركة بيجابية فيها التعدلات الدستورية وإن نحن يكون عندنا قرار سياسي دائم وحاضر للدولة المصرية ده على جانب الزيارة عايز أقول لحضراتكم بعض التفاصيل الخاصة بيها زي ما قلت لحضراتكم إن دي الزيارة التانية ولكن هناك العديد من الملفات سوف تفتح ما بين الرئيس عبدالفتاح أسيسي وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة ما بين مصر وأمريكا وأيضا سوف يتناول ملف فلسطين وملف لبنان وأيضا العديد من القضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة بروماتيا مهم كمان إننا في هذه الزيارة يتم وضع بنوت خاصة لإزالة الخلافات أو بعض التصرفات المسيئة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لشخص مصر ولكن للوطن العربي وأيضا لكل أبناء الوطن العربي باعترافاته المتهورة اللي هي ليس لها مكان للرجوع إليه ومعندهاش أساس من الصح على أي أساس يتم اعتراف بفلسطين وأنها عاصمة الإسرائيل وعلى أي أساس يتم إعلان الجولان إسرائيلية ولا كل هذه الأمور أعتقد لابد أن تكون هناك إن شاء الله محل النقاش وفي مائدة الحوار في هذه الزيارة أيضا تتضمن الزيارة توطيد العلاقات الاقتصادية وأيضا أطر التعاون المشترك ما بين مصر وأمريكا أقول لحظاتكم كمان أن عدد من الخبراء بالولايات المتحدة أكدوا على أهمية هذه الزيارة زي مثلا الخبير والمحل الاقتصاد الأمريكي ووليام جونز من مؤسسة AAR أكد أن هذه الزيارة لواشنطن بلغت الأهمية طبعا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن تعزيز العلاقات المصرية ضرورة في الوقت الراهن خاصة في ظل الأوضاع المعقدة الرهلة في منطقة الشرق الأوسط من أولا إلى أن هذه العلاقة تمضي في طريقها الصحيح وده طبعا شيء مهم أن احنا نؤكد حرص أيضا الجانب الأمريكي على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنه ليس فقط يعني مهتم بها ولكن فخور بها وشايف طبعا الجانب الأمريكي وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي بشخصه في هذه الزيارة وخاصة نمثل دولة عظمة زي مصرنا الحبيبة فده مهم طبعا لاتخاذ العديد من القرارات على هامش الزيارة يمكن أنا كنت بالأمس مع وزير التربية والتعليم كان عقد مؤتمر صحفي بيتكلم عن المنظومة التكنولوجية الجديدة الخاصة بتطوير التعليم والتابلت وخلافه الراجل طبعا كان شايل شوية من بعض المواقع والصحف اللي هم هاجموا هذه التجربة ولكن احنا لما استفاد معنا وشرح التجربة بشكل كبير جدا عرفنا قدية الدولة بتكثف من كافة مجوداتها وبتسخر كل قوى في سبيل دعم المنظومة التعليمية له قلت لحضراتكم كده لان ايضا سيصاحب الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير التربية والتعليم ايضا دكتور طارق شوقي في زيارة لامريكا لجزئين طبعا من ضمن يعني الوافد المرافق للرئيس والجزئية التانية لتكريم وزير التربية والتعليم المصري وايضا مناقشة الوزير كونه ممثل للدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم كون مصر احد اهم الدول الرائدة في مجال تطوير التعليم خبر يدعو بالفخر خبر بيقطع الشك باليقين ان الحمد لله رب العالمين عندنا منظومة تعليمية قوية العالم بيتكلم عنها واحد يقول لك هل ده موجود عندنا انا مش بقول كلام وهبان انا بقول اخبار مؤكدة وعلى لسان وزير التربية والتعليم والتصرحات موجودة على كافة المواقع الاخبارية وايضا التسجيل بلسان وزير التربية والتعليم كان موجود مبارح انه يتواجد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في امريكا في امريكا عشان خاطر طبعا يعني ضمن برنامج الزيارة الرسمي ولكن هناك ايضا مناقشة لوزير التربية والتعليم المصري في اطار ما تقوم به الدولة المصرية من انطلاقة حقيقية لتطوير المنظومة التعليمية اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الرحمن في المرحلة اللي جاية قادرين على التغيير قادرين على الابداع لما الدولة المصرية تقوم بضخ مزيد من الاستثمارات في مجال التعليم واجب على كل مؤسسات الدولة ان تدعمها وليس تهاجمها كل منظومة في بدايتها بتقابلها عرقيل وبتقابلها مشكلات ولكن مش معنى ان في مشكلة وفي عقبات بتواجهني يبقى المنظومة فشلت بالعكس لازم يكون شعرقيل ومشكلات عشان اعرف احلها وتعلم منها وكمل بعد كده المنظومة بنجاح نتمنى يا ربي التوفيق للدولة المصرية نتمنى يا ربي التوفيق لهذه الزيارة اللي تأتي في غاية الاهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثنائية الثانية للولايات المتحدة الامريكية تروح رئيس بالسلامة وترجع لنا ان شاء الله بألف السلامة اغنية ونكمل مع حضرتك